بص سيدي مصدر أمني رفيع المستوى يصرح بالقاتي أنه تبلغ مساء النهاردة اللي احنا فيه ده يوم الاثنين 15 أغسطس للأجهزة الأمنية بحدوث ماس كهربائي بإحدى لوحات الكهرباء الداخلية في مبنى كنيسة العدراء والأنباء موسى الأسود في كرداسة في الجيزة بالفحص تبين التعامل في حينه مع الواقعة وبمعرفة أحد العاملين بالكنيسة لم تصفر الواقعة عن أي خسائر والحمد لله والشكر لله واعتذر مسؤولي الكنيسة عن اتخاذ أي إجراءات قانونية لمحدودية الواقعة وتم اختار شركة الكهرباء للتأكد من سلامة الوصلات الكهربائية داخل مبنى الكنيسة طيب بص بقى لما نيجي نتكلم في حاجة زي كده يعني على سبيل المثال حضرتك فجأة تلاقي الفيسبوك مش عارف عملك نوتيفيكيشن ما بين قصين إشعار تيت تيت فتبص تلاقي واحد صاحبك ميشو مثلا صاحبي لي يا صاحبي ميشو حبيبي صديقي صديقي العمر يعني آآ كاتب طبع ميشو ملوش في الكلام ده يعني بس أنا افطرت عشان لسا كنتي ببعط له حاجة كاتب لك إيه الحق حريقة كبيرة جدا في كنيسة موسى الأسود وحضرتك تبص علي الخبر يا خبر في Grid اللي بيحصل وحضرتك بتعمل إيه شير يروح جاي عند آآ آآآ آآع منطهر تيت تيت آآآ يلبص يا خبر ده ميشو باعت ان في حريق في كنيسة موسى الأسود شير راحوا عند صاحبي آآعمن طاهر راحت عند وليد فخري شير بفافة في النص دو بصحاب المدرسة بالمناسبة قلت استخدم أساميهم بقى بالمر حلو فوليد أصلا ضعيف في القرية والكتابة من زمان طول عمره مهم فوليد بص لقى يا خبر حريق في كنيسة موسى الأسود شير سؤال هو حضرتك فكرت بشكل من الأشكال تكتب على اللي اسمه إيدا أقول معايا على جوجل مثلا تكتب إيه كنيسة موسى الأسود كرداسة وبعدين تبدأ تبص يا ترى إيه اللي مكتوب فتتأكد هل حصل حريق هل ما حصلش حريق هل قدر الله حصل ضحايا لا ما حصلش ضحايا والحمد لله هل حصل تلفيات لا ما حصلش تلفيات والحمد لله طب يا ترى مثلا الجهات المعنية مين في الحالاته إزاي كده طبيعي أول جهة مين اللي بنبلغ مين أول حاجة كده بنبلغ النجدة وبنبلغ المطافي بنبلغ الإسعاف لقدر الله إذا حصل حاجة بس لقدر الله إذا في حريقة بروح عامل حاجتين على طول أولا كده النجدة إلحق في حريقة يا مطافي إلحق في حريقة صح كده تمام أروح أنا بأصص ترى هل ترى هل الداخلية وهي المسؤولة عن هذا القطاع الحماية مدنية والشرطة بقى نجدة نزلوا أي بيان قالوا حاجة طب مش الأول نعرف البرنامج ده اسمه برنامج التاسعة فين؟ في القناة الأولى القناة الأولى دي اللي هي فين؟ في التلفزيون المصري ماس بيرو كورنيش النيل اللي هو بتاع مين؟ هتقولي بتاع الدولة هقولك عارف يعني إيه بتاع الدولة؟ يعني بتاع حضرتك بتاع سيادتك المبنى ده ملك سيادتك هذه الخدمة التلفزيونية المتلفزة على رأيي إخواننا في الجزائر يقولك المتلفزة بتاع سيادتك حق سيادتك علي أنا بشكل شخصي وزملائي والقائمين على البرنامج بشكل عام إنه ندي لك المعلومة ضبط الزبط ربط الربط لا تحتمل شكا ولا تأويلا فأجري وراء المعلومة أعرف أفهم أتأكد أعرض عليك طيق أول ما طلع الخبر بتاع الحق حارق في كنيسة موسى الأسود عملت إيه أنا يا روز عملت إيه يا يونس رح تمكلمهم على البتاع اللي عندي ده قالوا قالوا ثلاثة اتنين واحد حول هل تسمعني؟ يا يوسف قلت لهم إيه الموضوع بتاع الكنيسة ده يا جماعة اتأكدوا يروحوا زمالي عاملين إيه؟ تريب 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 تيبدأوا يكلموا بقى الجهات المعنى يا جماعة فيه كذا 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 إيه؟ قال لك لا ده الوضع واحد دين ثلاثة اربعة ده يا جماعة هنبعت لكم حالا للبيان فيش أي قلق خالص وتقدروا تقولوا عادي ده حق المواطن أنا بقولك اللي جرى نصا حق المواطن إنه يعرف حضرتك لو عديت مروح في السكة مش عارف إيه أو استعدي على كرداسة وتروح تفضل تروح يعني المكان السري تفضل توكل على الله هتسيب نفسك بكلمك بجد لغربان الجماعة غير المباركة تحور هتسيب نفسك للقيل والقال بشؤك عايز الناس من الآخر كده يعني تقعد تلعب بيك وتشقلتك برحتك إحنا ما نقدرش نعمل كده إنت ليك علينا حق